أعلنت وزارة الإسكان لانتهاء من تنفيذ المستشفى التعليمي الجامعي و 7656 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة سهاج الجديدة ليصل إجمالي الوحدات السكنية المنفدة بالمدينة إلى 36343 وحدة سكنية وأشرت وزارة الإسكان إلى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى منها مستشفى الأرمان وكذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين بالصعيد وتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير فرص العمل وأكدت أن هوجاري تنفيذ مشروعات استثمارية وتجارية باستثمارات تقدر ب360 مليون جنيه مشيرة إلى تشغيل 74 مصنعا بالمنطقة الصناعية